ابعتلي جواب وطمني وطمني ولو انه عتاب لا تحرمني لا تحرمني ابعتلي جواب ابعتلي جواب ابعتلي جواب جواب وطمني الشيخ عبد الباصد عبد الصمد قال له بعد ما سمع صوته في مدح الرسول إذا كان صوتي معجزة في قراءة القرآن الكريم فإن صوتك هدية الله لعباده لتمدح مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم صبري مدلل مولود في حلب سنة 1918 في حي المشارقة وكان والده بيشتغل في الزراعة والتجارة الشيخ صبري مدلل كان بيحكي في أحد اللقاءات انه لما والده راح للحج دعا ربنا انه يرزقه بطفل صوته حلوي وجميل فربنا استجاب لدعاه ورزقوا به وكان بيقول ان والدته كانت بتعشق صوته وكان دايما يغني لها في الليل وكان لما مايرضاش يغني لها كانت تقوله مفيش عشا ووالده كان حريص انه يحفظ القرآن الكريم ويرتله ومن هنا اكتسب قوة صوته ومعرفة المقامات وإتقنها كمان كان والده صديق المنشد السوري الرائع عمر البطش ولما سمعه اول مرة اعجب بصوته جدا فعلمه اصول الغنى وكان بيدفعله في كل درس خمسين ارش سوري وكان ده سنة 1930 والخمسين ارش سوري كانت كفيلة باعالة اسرة تلت ايام على كلام الشيخ صبري وبشطرته عفى عنه عمر البطش وقال ما يدفعش فلوس تاني ودرس له اصول الغنى وكان اول تعليمه موشح كحل السحر عيونا في سنة 1949 تم افتتاح اذاعة حلب فقرر استاذه عمر البطش ضمه مع مجموعة من فنانين ومطربي حلب وكان على رأسهم العازف والملحن باكري الكردي وفي الفترة دي اتوفق المدلل في اظهار عبقريته الفنية وعمل حفلات على الهوى مباشرة ولما زادت شهرته اداله بكر الكردي اغنيت ابعتلي جواب وطميني وكان المدلل اول من غناها وزاد نجاحه لما لحن له بكر الكردي مرة تانية ييجي يوم ترجع تاني وفضل المدلل يخطو خطوات فنية ثابتة سنة 1954 لحد مساب الاذاعة علشان خلافات مع الادارة الجديدة واشتغل بعدها في التجارة لكن المدلل منسيش ابدا عشقه للحن والكلمة وفي يوم قابل المطرب والمنشد الراحل فؤاد خنطوماني وعرض عليه تأسيس فرقة للانشاد الديني ومن هنا بدأت نقطة التحول في حياته واسسوا مع بعض فرقة للانشاد سنة 1954 وشاركهم فيها عمر نبهان وأحمد المدني في سنة 1960 قدم المدلل اول لحن منهاجي لمدائح الرسول مع ادخال ادوات ضبط الايقاع زي الطبل والدف كان اللحن بعنوان صلاة الله ذي الكرم على المختار في القدم وتوالت عليه العروض بعد كده وكان المدلل شغوف ومبدع في فنه فقرر يدخل روح فنية جديدة في فرقته وكان من حسن حظهم مشاركة عبد المهيمن القباني وحسن الحفار ومحمد الصابوني وعمر الصابوني وغيرهم من الفنانين الكبار بعد عشرين سنة من تأسيس الفرقة حدث تحول في حياته الفنية وسنة 1974 انطلقت الفرقة نحو العالمية لما سمعوا المستشرق الفرنسي السوري كريستيان بوخة فأثارت إعجابه بالفرقة وبفنها وأصالتها فدعاهم لفرنسا وقال صبر المدلل الحفلة دي كانت للذكرى كل من حضرها أبكاه مدح الرسول وفي سنة 1982 اختلف صبر المدلل ماديا مع صديقه وتلميذه حسن الحفار فانفصل الحفار وأسس فرقته الخاصة وعاد صبري وأسس فرقة جديدة شاركت في حفلات في ألمانيا وفرنسا ولبنان وتونس والمغرب وغيرهم من الدول الكتير ونال صبري إعجاب وشهرة كبيرة جدا كان المدلل موظبا في سنواته الأخيرة على العمل مؤذنا في الجامع الأموي الكبير في حلب مستخدما خمسة مقامات لآداء الأذان بصوته القوي العذب الإنشاد الديني ما نساش طبعا الشيخ صبر المدلل عن الغناء الدنيوي فإدر المدلل إحياء التراث الموسيقي الحلبي والعربي فغنى الموشحات والقدود والأدوار وارتفع بفن التقطوقة فغنى لصبر النجريدي الورد والفل والياسمين وللشيخ زكريا أحمد يا حلوة الدنيا وغنى لأم كلثوم هو صحيح الهوى غلاب وغيرها من الأغاني العربية الكتير رحل الشيخ صبر المدلل سنة 2006 تاركا وراءه تراث ثري من الموشحات والأنشيد والقدود الحلبية غيابك طال وبستانة وقلبك مال تتهانة روح تتهانة إن كنت هويت وإنسيتني وعليا جانيت مرعتني إن كنت هويت وإنسيتني وعليا جانيت ومرعتني إبعث لي جواب إبعث لي جواب إبعث لي جواب أب وطمّني إبعث لي جواب إبعث لي جواب إبعث لي جواب 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 وطمّني اشتركوا في القناة